اكد رئيس عبدالفتح حسيسي ان اي تجاوز للخطوط الحمراء في ليبيا والتي تم اعلانها في سيد براني هو تهديد للامن القومي المصري وخلال لقائه وفد المشايخ والقبائل الليبية الممثلة لكافة الاطياف الليبية شهدت الرئيس على ان هذه الخطوط الحمراء هي بالاساس دعوة للسلام والانهاء الصراع في ليبيا كما اكد ان مصر دوما تنظر الى شعب الليبي بكل احترام واعتزاز تحرص دائما على عدم تدخل في شؤونه مشاددا على ان شعب الليبي هو من سيحدد ويقرر مصيره وليس اطرافا من الخارج اضف الرئيس ان مصر لن تقف مكتوفة الايدي في مواجهة اي تحركات تشكل ذهديدا مباشرا للامن القومي ودع رئيس سيسي القبائل الليبية الى مراجعته موقف ابنائها المرابطين في صفوف القتال وحاثهم على ترك السلاح وقال الرئيس ان مصر مستعدة لتدريب ابناء الشعب الليبي ليكونوا نواة للجيش الوطني الليبي كما اكد رئيس ان مصر لن تتدخل في ليبيا الا بطلب من اهلها ولن تخرج منها الا بامر من الليبيين مشاددا على ان مصر وليبيا مصير مشترك وكان لهم خط واضح في مواجهة التحديات والاستعمار من جانبهم اعرب وفد المشايخ والقبائل الليبية عن كامل تفويدهم للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخذ الاجراءات لتأمين مصالح الامن القومي لليبيا ومصر ومواجهات التحاديات المشتركة شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زاكي المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية حسم 2020 التي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بتعاون مع الافرع الرئيسية للقوات المسلحة القائد العام اشهد بالاداء المتميز والكفاءة القتلية العالية للقوات المشاركة في المناورة اطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتلية والثقة العالية بالنفس واعلى درجات الجاهزية القتلية وتضحية بكل ما هو غال ونفيس من اجل الحفاظ على مقادرات الوطن واعلاء كلمته اعلنت وزارة الصحة خروج 556 متعافيا من مصابي فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية طبية لازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 26691 وكشفت الوزارة في بيانها اليومي انه سجلت 928 حالة ايجابية تبتت ايجابية تحليلها معمليا كما سجلت 53 وفاة جديدة اعلنت وزارة الصحة المكسيكية تشجيل 6406 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي الاصابات الى 432 ألفا وواحد واربعين اضافت انه تم تسجيل 668 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات الى 37 ألف وخمسمائة واربع وسبعين اعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي وقالت السلطات الصحية ان 9 من الاصابات العشر الجديدة حالات وافدة من الخارج هذا ولم يتم تسجيل اي حالات جديدة في باكين لليوم الحادي عشر على التوالي وبهذا يبلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83 622 حالة بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 اطلقت قوات الامن الايرانية الغجر المساين لدموع لتفرق متظاهرين مناهضين للنظام بعد تجمعهم في مدينة بهبهان جنوب غرب البلاد ذكرت تقارير صحفية ان مدن ايرانية اخرى تشهد وجود كثيفا لقوات الامن فتتزامن مظاهرات الايرانيين مع احتجاج مئة الناشطين الحقوقيين على احكام باعدام ثلاثة محتجين ووصفوها بالانتهاك لاوضح معايير حقوق الانسان وللقوانين المعمول بها داخل البلاد قضت محكمة تركية بسجن الصحفي التركي الالماني دانيس يوغيل ثلاثة سنوات غيابيا بزعم نشره دعاية داعمة لجماعة كردية وكان يوغيل الصحفي بجريدة ديفيلت الالمانية قد سجن في تركيا سابقا لمدة عام قبل ان يطلق صراحه عام 2018 ما تسبب بتوتر العلاقات بين انقارا وبرلين واعتقل يوغيل حينها بعد كشفه عن اختراق البريد الالكتروني لوزير التاقة اناداك براكة البرق وهو صهر اردوغان ويشغل الان منصب وزير المالية توجر ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد فايزه على ضيف الفياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الاخيرة نهاية مجزة ثامنة نعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل